أهلاً 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 يا معلم خفرع أهلاً 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 يا حبيبي يا أعز وأعرق صديق ليا يا ربنا خليك زك عادل الله يسلمك اتفضل اتفضل ألف سلامة والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي يعني مش معقولة يعني لها بالله أنا أول معرفت اللي حصل ده فرحت قضي زالت وقلت واجب إن هاجي أزورك وهعد أتطمن عليك ساعتين، ثلاثة، خمسة، ستة، عشرة زي ما أنت عايز يا نهرى بيض واضح إن حضرتك فاضي يعني حاجي يعني هو فعلاً يا بخت من زر وخفف لكن حضرتك هتقعد معي عشر ساعات إيه على ما تخلص البرتقال اللي أنت جايبه برتقال؟ ده تفاح تفاح أمريكاني آه تفاح أمريكاني ده تلاقي فيه بوش بقى يبوشك في الفلوك بخمستاشر جنيئ الكيلو ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح تلاقي زي ما أنت أقول برتقال؟ أمومة يعني متشكرين جداً والله حاجي خفرع مش عارف يعني إنه ردهالك إن شاء الله في الأفراع لا لا مش عايزك تردهالي استنى بقى السلام ما تشوف أنا جايب لك إيه تاني؟ إيه؟ جايب لك معايا أحلى هدية هدية مية مية إيه ده تمثال؟ رجله مكسورة؟ آه بالمناسبة هو رجله مكسورة وإنت رجلك مكسورة يبقى الرجلين مكسورين نردهالك إن شاء الله واجب لك تمثال رقابته مكسورة آه فكرتني بالوقت ابني الشاي دايماً بيكسر رقابتي راح أتجوز من ورا مني اتجوز واحدة رقاسة وجياريته اتجوزها كده لأ عرفي كمان اتجوزها عرفي؟ آه أنا نسيت صحيحة يا معلم أعرفك بالمدام راني يا امراتي بس متجوزها على سنة الله ورسوله مش عرفي ولا حاجة الحمد لله أهلاً يا معلم نورتنا وصرفتنا لا لا أنا بتشرب بس إنها النور منك إنت اللي نورتين ما قولت ليش أخبار التمثيل اللي أنا طلبتها منك إيه؟ آه موجودة ومركونة عندي بقالها فترة طويلة لدرجة إنها قدمت قوي يعني بانت إنها أسرية بحقه حقيقي بس بيني وبينك يا بسد عادل أنت مش عاجبني في الشغلة كل يومين دول مش عاجبني مهودة راجع حضرتك للأسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بها عادل مع إدارة الشغل أي يعني عايزاني أعمل إيه يعني؟ أجيب الزباين بمطوى من قدام باب البزارة خليههم اشتروا بالعافية؟ أنا رأيي إن إحنا نواجه تحديات السوق بإن إحنا نطور من نفسنا عشان نباين تفردنا في السوق أوه ولو إني مش فاهم حاجة من اللي قلتين إن أبقى كلامك مية مية يبقى مصبوط أحادي لحضرتك مثلا إيه رأيك مثلا وإحنا بنبيع أي تمثال ننزل معاه دفتر عنوين وأرقام تليفونات شركة السياحة والطيران والفنادق وفي نفس وقت كمان عنوان البزار والحاجات اللي موجودة فيها أزدعاية يعني للبزار بنا يخليك ويبارك بيك كده مية مية هي الطريقة دي اللي حنتمشي بيها كل العكاة هو إيه اللي مية مية؟ طب ما بالمرة بقى نعمل إمساكيات تتوزع في رمضان؟ سلاحة بشراحة إنت معاك ست ولا كل الإمساكيات أقدي ولا كل الستات لأ وأنت السادة أنا عندي ست ستات لأ دا أنا هقول لحضرتك بقى على فكرة إنما إيه هيلة إيه رأي حضرتك إن إحنا نتفق مع شركات السياحة إنها هتنزل عندنا الأفواج مقابل كماشر هيخدوم الأرباح شايفة راجل فعلا ما يجيبها إلا ستاتها شكرا